اهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا للحديث عن جلسة هذا اليوم مع ايمن القاهرة الاستاذ محسن عادل العضو المنتدب بشركة فيونيرز الصنديق الاستثمار استاذ محسن مرحبا بك تهلا وسهلا يا سيد محمد اهلا بك انطباع عام عن جلسة هذا اليوم والارتفاعات الإيجابية جلسة حلوة يعني النهار ده محدش يده يقول على الجلسة غيرنا جلسة رائعة ما شفناش زيها من شهور طويلة يعني يكفي النهار ده ان كان من اهم نتائج هذه الجلسة اربع حاجات انا اتمنى انهم كلهم عامل ايجابية جدا اولا احنا رجعنا تاني لمستوى اللي احنا كنا فيه يوم 27 يناير وتجاوزنا فترة طويلة من الترجعات وعودنا من جديد الى مستوى ما قبل الصورة اتنين حجم تدولات اليوم بيسجل اعلى مستوى تدول يوم لي منذ عود تدول على الاسهم طبعا منذ عود تدول من جديد حوالي 721 مليون جنيه دولات اليوم على الاسهم فقط بنتحدث اليوم ايضا عن اعلى مستوى ارتفاع لعدد اسهم منذ عود تدول 179 سام تم الدول عليهم اليوم 160 سام منهم صعدوا خلال تدولات احجام طبعا بقى او قيم تدولات اليوم كانت تحدثوا الاحارة فيها 150 مليون سام تم الدولهم 40 الف صفقة تم التعامل عليهم بنتكلم اليوم عن ارقام تعود بنا الى ما قبل فترة المشكلة اللي احنا كنا فيها وما قبل فترة التراجع الحاد اللي كان في البورصة اعتبارا من ازمة تونس وحتى الان بس على رغم من كده وعلى رغم من كل ما شاهدناه اليوم فيه عاملين من وجهة نظر كان هم الدافعين بشكل قوي جدا اليوم للتدولات اولا جدول المساعدات الطويل اللي احنا سمعنا عنه سواء بقى متحال الاوروبي بنك الاسمار الاوروبي بنتكلم على فرنسا بنتكلم على المانيا بنتكلم على انجلترا بنتكلم على الولايات المتحدة بنتكلم على قطر بنتكلم على السعودية بنتكلم على بنك الدولي سندوق النقد الدولي كلها مجموعة من المساعدات والمنح والإعنات والأموال لحالك دعم الاقتصاد والقروض أشياء كسيرة ومصطلحات كسيرة يوم الجمعة أيضا عدم وجود قوة دافعة كبيرة داخل التظاهرات وانتهاء بسلام أيضا أمر أنا متخان أنه أشح حال التفاؤل الواضحة يمكن دفع التنادر الأجانب أنهم يسجلوا أعلى صافي شراء يوم ليهم في حوالي شهرين ده بدون صفقات بدون صفقات 99 مليون جنيه صافي اليوم بمقابل حوالي 26 مليون ما بيعادت عرب وحوالي 67 مليون جنيه بالنسبة لمتعمل المصطيين أنا متخيل الأمر اليوم بدأ يظهر فيه قوة زخم واضحة لكن أنا من وجهة نظري يعني بلاش نبالغ قوي في تفاؤل اليوم لأن فيه نقطتين كانوا لفتين جدا للنظر أنا من وجهة نظري كانوا يجب النظر اليوم براوية إلى حد كبير أولا لم يكن هناك أخبار خاصة بالشركات في حد ذاتها دافعة للتدولات لهذا التفاعل قوة ده من وجهة نظري أمر معناه أن كانت القوة الدفعة هي قوة سيولة دخلت فيه وهي سيولة جديدة بالفعل دخلت في شكل مشتريات قوية على انخطاع عريض بين الأسهم من جانب مؤسسات متعمين أجانب تنقل سيولة ما بين أسهم وبعضها ولكنها في النهاية هي سيولة وقوة هذه السيولة قد لا تمتد الفترات طويلة العنصر الثاني أيضا هو العنصر اللافت للنظر إن رغم ارتفاع حجم التدول اليوم إلى حوالي 700 مليون جنيه تقريبا ولكن هذا المتوسط هو متوسط قليل لا يستطيع أن يدفع أيضا بمستويات التدولات للاتفاع نحن اليوم بنتحدث عن زيادة بحوالي 30% بالنسبة لعدد الأسهم المتدولة يومية نتحدث عن زيادة 20% في عدد العمليات لكننا بنتحدث عن أقل من 10% بالنسبة لإجمالي حجم التدولات وليوم التدولات بشكل واضح جدا حجم التدول ضعيف بيرفع أسهم بقيمة كبيرة بمعنى بنشاهد اليوم أسهم اتفعت ب10% و5% و7% و9% وحجم الدولات لها تجاوز الألفين سهم تقريبا وده أمر من وجهة نظري بيعيد مرة تانية الجدلية اللي احنا بنتحدث عنها منذ فترة طويلة على فكرة أن وحدة تغير ساعي السهم وهي المائة سهم فقط يوميا أمر أصبح غير قابل للاستمرار داخل البورصة بفترة حالية هذا الأمر بيفتح باب تلعبات بيفتح أمر بعض المشكلات أصبح الآن من العوامل الطبيعية بالنسبة لنا في بداية الجلسة نحن بنلاحظ أن دارة البورصة بتعلن عن إلغاء عمليات تم تنفيذها على بعض من هذه الشركات والأسبوع الماضي لاحظنا يوم في رئيس الأربعاء على العملية الشهية حالة التحاجة المقصورة على سهم فودافون هذا الأمر من وجهة نظري بيستلزم في الفترة الحالية إعادة السياغ إذا كنا بنتحدث عن تعديل قواعد القيد كما تحدث سيد محمد عليه السلام مع سياداتكم يوم الخميس الماضي فالآن أصبح من العاجل جدا تغيير وحدة تغير ساعة السهل أصبح الاقتراحات في هذا الإطار فيه اتجاهين واضحين الاتجاه الأول لإما نلغي آلية تحديد ساعة الإقفال على أساس نوع متوسط ساعة التداول ونعتبرها هي متوسط آخر نصف ساعة والتداول خلال الجلسة ساعة الإقفال وساعة تنفيذ آخر عملية هذا الأمر حيحد كسيرا لأنه حيقلل من أي فوق استلاعبات هذا أول اتجاه الاتجاه الثاني هو أن نرفع من الحد الموجود حاليا من 100 ساعة إلى 500 ساعة بشرط أن لا يكون التنفيذ من أقل من شركتين بمعنى أن لا يكون هذا الأمر من شركة وساطة واحدة ولكن على الأقل من شركتين وساطة هذا الأمر حيحد أيضا من جديد من التلاعبات نحن نقوم في الجمعية الآن بدراسة كل المخترحين مع مخترحات أخرى ونأمل أن نصل إلى رأي واضح بهذا الخصوص مع نهاية التلاولات هذه اشتركوا في القناة